وإحنا في رحلة إزالة الأقنعة والتحلي بالشخصية الصادقة بحتيجي أن نفكر بعض وإحنا أصلا بنعمل كده لإيه إحنا عايشين الرحلة دي كلها بحثا عن منزلة الصديقية أن تكون صديقا مستحيل حد فينا يبقى نبي لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة أعلى حتة في الجنة وإذا سألت الله الإيمان فاسأل أعلى درجات الإيمان طب هو أعلى درجات البشرية إيه؟ بعد النبوة لأن النبوة اصطفاء ربنا هو اللي بيختار الأنبياء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فده اختيار ربنا طب إحنا ممكن نوصل لفين؟ ممكن توصل للمرتبة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة يبقى منزلة الصديقية هي اللي بعد النبوة عاش بيها سيدنا أبو بكر الصديق وعاشت بيها السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام وعاشت بيها الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة حبيبة رسول الله وأم المؤمنين وغيرهم الكثير من المؤمنين اللي ارتقوا في مراتب الصدق حتى كتبوا عند الله صديقة وده الوعد اللي سيدنا النبي قاله عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل أو المرأة الإنسان يعني ولا يزال الرجل يصدق ويتحر كل يوم بنشيل قناع نتحر الصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وهقول لك على بعض الأفعال اللي قالها العلماء لما تعملها وانت ماشي في رحلة حياتك بترتقي في مراتب الصديقين قال لك أن تصدق في النية والقول والفعل إحكاية صدق النية دي صدق النية كلمة صدق يعني مطابقة حاجة زي حاجة كده فأنا أفعالي اللي بعملها ماشي مع نيتي وأقوالي اللي بقولها ماشي مع نيتي في إيه؟ يعني مثلا نية النصيحة لما حد يجي يطلب منك النصيحة أنت نيتك تنفع ولا تنفع نفسك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن فأنا لو معرفش إجابة السؤال بس أنا عايزة أنفع نفسي مع أني بقول أن نيتي أن أنا هنفعك أنفع نفسي أن أقولك إجابة أي كلام بس ما طلعش شكلي معرفش لأن لو شكلي معرفش مع أنها أن أنا جاهل وده يضرني فهقول لك أي كلام أنا كده بأذيك أنا كده مش صادق النية لكن لو قلت لك الله وأعلم أنا فعلا مش عارفة فيدك أنا كده صادق النية أنا كده في طريقي لتحري الصدق لما الإمام مالك تسأل عن 48 سؤال فقهي من واحد جايله من بلاد ما وراء النهر فأجاب عن 32 لا أعلم وجاوب له على 16 سؤال قال له أنا جايلك من بعيد أروح أقول للناس مالك لا يعلم قال أخبر من ورائك أن مالك لا يعلم صدق النية اللي جواي ده اللي هيطلع بالرأي من ضمن صدق النية صدق النية في الإصلاح إحنا داخلين وإحنا متخنقين مع بعض أو في مشكلة فإحنا جايين نقعد عشان ننتصر على بعض وشوف من لا يغرب ولا جايين نصلح لأ إحنا جايين نصلح ده لازم يبقى في الفعل ولو أنا نيتي إن أنا صلح وأمت داخل عايز أنتصر يبقى نيتي مش صادقة ربنا بيقول كده في القرآن قال وإن خفتم شقاق بينهما بين المتجوزين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لو النية الإصلاح مش إن نركب اللي قدامي الغلط وانتصر عليه وخلي منظره رقابته قد السمسمة قدام الناس دي نية مش حلوة نية مش صادقة الداخل يصلح هيستخدم جزء من العفو وجزء من طلب الحق ورحمة في الكلام وشوية حزم ووقت الحزم لأن نيته صادقة أو اللي بيتحرى النية ده هو إنسان واصل خطوة وراء خطوة للصديقية النية الحقيقية في مساعدة الخلق ونجدتهم لما يحتاجوا مني مش إن أنا أساعد بوقتي أو بمعلوماتي أو بفلوسي عشان أخلي اللي بساعده يعظمني لا ده أنا بساعد المحتاج عشان هو يكرم ويجبر بخاطره مش أنا اللي مقام يرتفع وبقى طالب منه احترام زيادة عشان كده ربنا في القرآن بيقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى لو هتساعد الناس وتأذيهم بعد كده أنك تطلب منهم احترام زايد نية دي مش صادقة ساعد وانت بجد عايز تكرم الناس ونيتك كده وباين في فعلك صدق النية هو الخطوة الأولى لتحقيق مرتبة الصديقية ترجمة نانسي قنقر